اختتمت فعاليات المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في نسخته الأولى التي أهديت لروح الفنان سامير غانم والسيناريست وحيد حامد الزميل ياسر نور الدين مراسلنا في نيويورك تواجد وأعد لنا هذا التقرير نتابع في أمسية فنية عبرت عن أصالة الفن المصري ونموزه اختتم المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في نسخته الأولى والذي يعد حدثا مهما يثبت أن الفن يستطيع أن ينتقد دون حاجز عبر الحدود كذلك سفيرا فوق العادة للأمم المتحدرة فاستحق الإشادة والتشجيع المهرجان أمه بدأ فكرة جلسنا في جلسات عمل تشورية مع المخرج الكبير علي بدرخان وعدنا مع الناقضة الكبيرة مجدا موريس وعدنا مع الناقض سامي حلمي ومجموعة التليس كندرية وعدنا نتشاور في أمور كثيرة جدا تعلق بالمهرجان وكان هناك فريق عمل في القاهرة بيمارس عمله على مستوى اللجان المختلفة إحنا كصناع أفلام مصريين أمريكيين عايشين في أمريكا لنا زي بيت يضمنا مكان يضمنا نحط فيه الإبداعاتنا والأفلام بتاعتنا فأنا شايف أن دي خطوة حلوة وابداية حلوة أنا سعيد جدا بجودي في المكان ده كان المهرجان قد أعلن أنه قد آدى هذه الدورة لروح الفنان سامير غانم والسيناريست وحيد حامد كما كرم المهرجان في دورته الأولى الفنانات هلا صدقي إلهام شاهين وليلى علوي والذي اعتبرهن تاريخا وتأريخا للسينمة المصرية بعد أن عرض القائمين عن حفل الختام ثلاثة أفلام قصيرة تحكي مسيرة كل واحدة منهن الفنية ياسر نوردين إكسرا نيوز نيويورك